مرحبا لمتابعين قناتي على اليوتيوب اهلا وسهلا فيكم مرحب بالجميع بتمنى انو الكل يشترك ويدعم قناتي اليوم جايبت للكن شغلي كتير رح تحبوها وخرج المناسبات تعملوها كطبقوة زينوا صفرتكن يلي هي فن الرسم بالجلي انا صراحة صاويتو من سنتين ونزلتو على صفحتي على الفيسبوك كوك ان مور وحبيت ارجع عيدو بالهند بعد ما لقيت الجيلاتين الحلال رح رح فورا للتحضير هادا الثري دي ارت فلاورز اليو كتير من المعدات والتولز الخاصة فيه بس نحنا رح نعمل شي بالبيت نقدر نجرب بمعدات متفرع بكل البيت رح نحكي عنا بالمراحل التاني هلا رح نحكي اول شي على القاعدة يلي رح نرسم فيه ويلي هي نوع الجيلاتين رح نحتاج اول شي لالتر ماي ورح نحط منكه اما انناس او اي نكهة اي نكهة بس تكون شفافة لحتى بس نرسم الورد يبان الرسم داخله انا حطيت ثلث كوب من ميت الانناس رح احط هلا حاليا نص كوب من السكر وممكن نضيف بعدين زرقات الحلاوي مانا كتير ورح نحتاج للجيلاتين معلقتين كبار من الجيلاتين اما نباتي او حيواني حسب مابتكم هلا رح احط المزيج الماي مع السكر ونكهة الانناس على الغاز لتصخن رح نزل عليها الجيلاتين ومتل ما حكيت ممكن ندوق نحنا السكر اذا كان حكيت نرجع نزود هلا انا رجع زودت ربع كوب طبعا الماي ممكن تستغنوا عنا تحطوا بديلة جيلة على موز بس كمية الماي رح تكون كاسي واحدة لكل ظرف يعني احنا بنعمل الجيلة هارد بديكون قاسي شوي ما لازم يكون كتير رخوب لنقدر نرسم بس ننقلبه كمان ينقلب معنا هلا عم ضيف الجيلاتين معلقتين كبار وحرك بسرع لانه هون الماي عندي صخنت ممكن نستعمل مياه غازية الى نكهة بدلا الماي ممكن نستعمل فقط تعصير الانناس هلا انا هون عندي بالهند جوز الهند كمان فين استعمله كماي وفين استعمل كمان فاكهة الليتشي هدول بيجو شفافين وبيفيدوني طبعا بنوه اذا احنا بنعمل بجيلة الموز او المنجا ما لازم نحط جيلاتين كما هلا انا حطيت لانه هو قردي بالظرف في جيلاتين هون الجيلاتين داب عنا منيح بالماء هلا راح نحضر وعاء اي وعاء عنكن انا استخدمت هاي الصيني المدورة الالمينيوم ممكن تستخدموا بيريكس شفاف او وعاء طاسي تكون غميئة تبع الشوربة دهنتها بشوية زيت بواسط المحرمة هولة قلبة بستة اجمد متع الزبنة او ممكن تحطوه بحمام مائي هلا راح اجيب انا مصفاي ونزل الماء متل ما شفتم شا اذا كان في بقايا من الجيلاتين مدايبة نرفعها منع المصفاي هلا راح نترك الجيلة بالصيني يبرد برا ما راح نحطوه بالبرات راح نغطيه بواسطة مصفاي واتركه ثلاث ساعات لحتى يجمد وبعدين راح اشتغل فيه هلا بعد مرور الوقت ما تركنا الجيلة يبرد بحرارة المطبخ تركته ثلاث ساعات لانه الجو بارد فما في داع نحطوه بالبرات شوفوا كيف بضغط عليه كيف متماسك تمام كمان انا دهنت الصيني زيت حتى يسهل علي بس اقلبو ينقلب بكل سهولة او ممكن تحطوه بحمام مائي كمان نفس النتيجة هلا بدنا نجي للسائل اللي استخدمته بتشكيل الوردات اي شي فيكو تستعملو اما حليب سائل راح نحتاجه طبعا جيلاتين وملوينات او فيكو تستخدمو فريش كريم او اشتاء او جيمر او دبل كريم سائل اللي نستخدمه لخفق وعملي الكيكات كريمة لعملي الكيكات او الملك ماد اللي هو الحليب المكسف وهو القطيب شي هو الاشتاء صراحة من الحليب اللي استعملت اليوم انا الحليب مع الجيلاتين بنصحكم انا بالاشتاء اعملته مسبقا او الحليب المكسف راح نحتاج لملوينات ولمنكيهات اما مكسد الفروت او ستروبيري يعني خلطني الفواكه او الناس لحال ستروبيري لحال فريز اي شي بتكون الوان طعام من الزهر الروز او الاخضر او البلو الازرق او الاصفر الورنج حسب ما بدكن اللون تكون تستخدموا لعامل الورده طبعا راح نحتاجabilir جيلاتين اذا استخدمنا دوبلي كريم او الحليب السائل اللي انا استخدمتهم اليوم بالحليب والجيلاتين حضر انا بيعاء كوبين من الحليب السائل رح حط عليه سكر ربع كوب وحرك بالويسكر اليدوي لحتى يسخن الحليب مجرد يسخن الحليب رح اضيف انا عليه الجيلاتين جيلاتين معلقتين كبار طبعا ازا بنا نعنو بالحليب المكسف والاشطا ما منصخنن فقط منصخن شوية ماي يعني شي نص كاسة ماي مع معلقت جيلاتين كبيري ومنصخنن اللي يدوبه منيح منضيفهم فوق الحليب المكسف ومنضيفهم فوق علبة القشطا او علبة من الكريمة السائل ومنخفوقهم منيح لحتى يصير عنا سائل ومنحطو ببولات صغيري طواس صغيري ومنصير منلون الالوان اللي بدنا اياها صخن الحليب رح طفي عليه وارفعو هلأ جهزت انا اربع كاسات لحتى احط السائل يلي بدي احقن في الجيلاتين واعمل من وردات الحليب نفسه وزعته على اربع كاسات هلا بدي حط الالوان اللي بدي اياها انا مع المنكهات انتو شو متوفر عنكن فيكن اتحطو منكم متقايدين بالشي انا عارضتو هلا رح اضيف انا نكهة مكس الفواكه نقطين رح احط نكهة الفريز كمان كم نقطة بكاسي تاني مشان تعطي طعم اطيب لاني انا هون حط الحليب لحالو مع الجيلاتين ما رح يعطيني نكهة فعم زود النكهات كرمال يعني يصير الو نكهة ومتل ما حكيت بنصحكن انكن ما تجربوا بالحليب انا اليوم جربتوا بالحليب لأ حبيت اكتر صراحة المكسف الحليب المكسف او الاشطة مع شوية جيلاتين تحطوهن معن يعني شي معلقة جيلاتين وتدوبوهن لحالو ان الجيلاتين بماء ساخن وتحطوهن فوق الحليب المكسف او الاشطة عالبارد يعني بدون تسخينهم وبس الجيلاتين المسخن منضيفوهن نحرك وبعدين نقسموهن عكذا كاسي ومنحط الالوان اللي بدنا اياها اما اخضر اصفر روز او نترك واحد ابيض حتى نعمل منو كمان وردات بيض حسب ما بدكون الالوان فيكن تدمجو بين لونين الاخضر والاصفر الاحمر والابيض يعني بتصير بتغير معنا الوان تاني اذا حبينا ندمج ندمج بين الالوان ونغير رح نحتاج كمان لعدة الحقن يلي هي السرينكات طبعا ال 3D Art Flowers الو كتير من المعدات الخاصة واشكال مختلفة وصراحة يعني في منها مانا رخيصة بس نحنا رح نستخدم ادوات يلي موجودة عنا اما السرينكات ِوم سيكاكين مالك في لتطوكي أو هاي اللي بتجي حتى نسحب منها السائل وووو PAK يعني اي شي بتكون اي شي بتكون يعني استخدمت ب تبع gobierno شو متوفر عنكم ممكن لا ع navy لازم يكون شي رقيق ما نازم يكون شي سميك حتى ما ينكسر المarte سكين فواكه اي شي متوفر عنكم فيك ان تستعملوا لهاي هلا بدنا نبدأ بتشكيل الوردات بالحقن طبعا نحنا رح نعمل وردات حسب حجم الصينية اللي عنا او القالب اللي نحنا عامين فيه كمية الجيليه انا الصينية عندي يعني وسط رح اعمل فيها 3 وردات رح اعين انا دائرة على جنب بواسطة طبقة تكون مثلا مياه غازي بدل هذا القالب تبع الكريمة زي ما متوفر عنكم مهم نحنا نرسم دائرة ونشيلها بمعلقة او اي شي ممكن نشيلها هلا عبيت انا بالسترانك اول شي السائل الابيض يلي ما لونته ولا بلون عبيته بالسترانك وصرت اغرز الاسترانك لمو قاع الصينية الاخر لا قبل بشوي اغرز لتحت وارفع بشكل شاقولي بدون ما مياه الايدي بغرز وبحقون وارفع الاسترانك بحيث انه انا اعمل هاي النطوءات يلي تجيب قلب الوردي شايفين فائدة الدائرة اذا زاد سائل عنا من الاسترانك نقدر نرفعهم بكل سهولة طبعا النطوءات انتو فيكن تعملوها باي شكل اما بالسرنك او الدخله بالشوكي هلا بالمرحلة التاني الوردي التاني رح اعملكم ياها بالشوكي يعني منغير شوي بالنطوءات اللي داخل الوردي هلا رح نستخدم اما سكين او هذا السبتولة او اي شي متوفر عنكن نوع السكين او شكل السكين اللي موجود رح تطلع على الرسمي عهوات شكله هلا انا اخدت هذا السبتولة دخلته بقلب الدائرة على جناب وكمان ما رح وصل لنهاية قاع الصيني لا رح خليه كمان بعيد شوي استخدمت لون الزهر هلا نكهة الستروبيوري حطيت الحقن وصرت ارسم مكان ما نفات حقنة الجيلي بواسطة هاي الادات وبعلم مكانها بالجيلي وبسحبها هلا السائل يلي عم يطلع زيادة هلا كله هلا بنسحبه بالمعلقة وبنسحبه بالمحرمة رح نعمل متل ما بنعمل الرسم الوردي يعني طبقات طبقات جنب بعضه هاي الطبقه رح تكون صغيري هلا بعد شوي ما اسحب الزائل منشفه رح ارجع اعمل طبقه تاني بس بين كل تنتين ورقتين من الوردات رح ارجع اعمل واحدة بينها شايفين انا دخلت هلا الادات مره تاني وعمل طبقه تاني بين كل تنتين تحته مشان وسعه وغيرت اللون كرمال تظهر معي شكل الوردي احلى عملته باللون الابيض شايفين بهذا الشكل وابتعبع نفس الشيء للدور التاني طبعا انا مبتدئة يعني هاي انا هاي محاولة لقلي من سنتين جربت وهلا ارجعت صعوي قالب فيعني هاي الفن بده محترفين هلا خلصت الدور التاني من الطبقات الوردي باللون الابيض هلا بدي نعمل الورق رح استخدم اللون الاخضر اكيد وبذكر ان يحركوا كل شوي او اشان ما يجمد او حطوا بحمام ماء ساخن للكاسات حتى ما يجمد وحركهم كل شوي هلا بدي اعمل الورقات بشكل السكين هاي المتوفر عندي طبعا حجم او شكل السكين رح يطلع شكل الورقة بغرزه لقريب من سطح الجيلي بهذا الشكل ما وصله للقاع لا رح حطه قريب للسطح حتى بس قريبه يطلع معي شكل سلاسة الابعاد الدريدية رح تابع انا الورقات كلهم بهذا الشكل وطبعا السائل اللي بيزيد معنا نحنا رح نرفعه بواسطة محرمي او بواسطة معلقة الزائد والفائد وبتابع بهذا الشكل هلا خلصت معنا الوردي الاولى رح نرجع نعمل كمان وردي تاني كمان رسامة نصف دائرة ورفعت بالمعلقة الزائد منها لسهولة الرسم رح احط من السائل الابيض واعمل نتوءات بواسط الشوكي بدل السرنج واغرز الشوكي لقريب قاعل الصينية مو للاخر حتى ما يطلع السائل معنا لبرا حتى اذا طلع وقت قلبناها فينا نرجع نشيله ما في مشكله رح استخدم اللون الزهر لحتى هنبلش ارسم انا اول شي طبقه صغيري ما غمقه كتير اول ساعة قريبه من الدائرة يلي يفعت انا بالجيله بس بغرز صنط ونص قريب منه حتى اقدر اعمل طبقه تاني فوقه رح اعمل الشكل بشكل سبعة مالي بالعربي عين الاطراف بعدين اسحب السرنج لقريب الدائرة وملي باقي الورقه والسائل طبعا زائد بنرفعه بالمحرمه هلا رح اعمل الدوري التاني خلصت الاول بين كل ورقتين من تحت بنعمل واحدة بينعتهم من فوق بنكون قريبين بنلقاع بشوي شايفين بهذا الشكل وبملي وبسحب السرنج لبره طبعا هذا الفن بده ادوات خاصة بده دقة واحترافية انا هاي تجربت التاني صراحة وتعلمته مع الانترنت من مواقع اسبانيه وفيه صينيه وفيه كمان شفت ايرانيه على الانستغرام يعني ما كنت عم بفهم عليهم صراحة بس تنتجت شو هو السائل اللي ممكن نقدر حطه هني كانوا عم بيحطوا ماي وجيلاتين وسكر فانا حسيت انه بدون اي نكهة ما رح يكون طيب لهيك ضفت الاناناس اليوم لحتى يعطيني نكهة جيلال الاناناس انا اول تجربته كانت بجيلال موز لانه ما كان متوفر عنده جيلاتين الشفاف بسوريا بعدين عملته بالمنجا حسيته صراحة قطيب من تعملوه جيلاتين لحاله متل ما هلا انا عملت عملنا الورقات كمان باللون الاخضر هلا رح ارجع اعمل وردي تالتي رح استخدم السرنج باللون الابيض فقط رح اتخيل انا اني رسمي على ورقة الوردي كيف الا طبقات النتوءات ممكن انا ارسم نص دائرة نص دائرة بقلب بعض وارجع وسع طبقة تاني بين كل تنتين اعمل وحدي فوقهم اه بين بيناتهم حتى بيين معي طبقات من الورد وبهذا الشكل التخيلي ممكن انا ارسم بالجيلة طبعا اذا كان القلب شفاف بركز او ازاز يفضل احسن انه كي بداية لحتى نحنا نعرف ونشوف شو عم نرسم انا هيك كان بدايتي بس هلق كون اصرت اعرف انه شوي بموضوع الوردي كيف شكلي رح يكون استخدمت الالميوم وهاي الصينية صراحة المتوفن عندي اه ما عندي جاط شفاف كل جاطتي اللي عندي ابيض بس ما شفاف جود من الموجود بالغربي مش شرط نشتري بتابع انا باقي طبقات الوردي بوسع كل شوي حسب ما بدي انا عدد الطبقات باخد حجم الوردي بتابع بهذا الشكل نصف دائرة ومملي لفوق وبسحب السرنك لبرا وباقي السائل بنرفعه بالمحرمي او بالمعلقة بوسع منكمل هذا اخر دور من طبقات الوردي البيضة عملت 3 ل 4 طبقات ضل عنا مكان صغير ممكن نرجع نعمل وردي صغيري باللون الاصفر كونه ما استخدمنا هلا انا تانيت راس الابريت السرنك حتى يسهل علي اعمل الورقات قريبين من قاع عفوا من سطح الجيلي بهذا الشكل كما ممكن اعمل سبعة اثماني بهذا الشكل تانيات لفوق والتحت وارجع ملي باقي الورقة واسحب السرنك لبرا هن انا ما اعمل الدائرة بنكمل الورقات حسب الشكل اللي بدنا اعم نرسموه بايدنا متل ما حكيت حسب ما بتاخد ايدكن طبعا هذا الفن الجيليه له كتير رسومات ومحترفين طبعا بيفضل الادوات الخاصة المستخدمة لجيليتك الجيلاتين بيطلع معنا شغلات كتير حلوة مثل البروفيشنال هل رح عمل باللون الابياض كمان نطوقات طالعا من الورق بين الورق والطبقات التاني يعني خطوط هيك رفيعة بواسطة اللون الابياض بيعطي هيك حركة حلوة للوردة رأعمل لي كل هيك بقي عندي هون اسباس صغير فراغ صغير بين الوردات رح اعمل باللون الاصفر كوني ما استخدمتو طبعا بذكر انو فيكن تستخدموا بدال المي اللي عملته انا والجيلاتين والسكر بتستخدموا جيليل موز او جيليل مانجا بيجي شفافين او جيليل الاناناس فقط لحالو او مية الاناناس وتضيفو له جيلاتين وسكر بدون ما تضيفو مي لانو المي صراحة بتروح كتير من نكهة هلا انا حطيت انا الناس بس ما عطت نكهة قوية انا سابقا مجربي بالموز وبالمنجا طعمتو كتير طيبي وحائنتو بالقشطة وحليب المكسف اما اليوم حائنتو بالحليب والجيلاتين والمطيبات وعملت الجيلاتين القاع بالمي والاناناس فما عطت نكهة كتير فانا نصيحتي لقلكون انكن تعملوا الحقن بالحليب المكسف او الاشطة تدوبوا معلقة جيلاتين لحالة بشوية مي وتضيفوه عليهم على البارد هلا انا ضفت هون طبقة مهلبية رح احطوا بالبراد ليتماسك انا حطيت طبقة المهلبية كرمال وشوية تكون سميكي كرمال تمسك القالب الجيلية بس بدنا نقلبه هلا انا مدهنتو مسبقا بالزيت فعند يابي سهولة بنقلب اما انتو اذا ما نقلب معكن وما دهنتو بزيت ممكن تحطوه بحمام ماء ساخن وتقلبوه هلا طلعت معنا طبقة بسيطة لاني انا وقتا غرست الشوكي لقاع القالب طلع منها من السائل الابيض فما في مشكله جمد ونرجع ونمسحه بكل سهولة هذا شكله النهائي بتمنى تكون عجبتكن هاي الفكرة وبعتذر انا لانه معنا كتير محترفي بالرسم اللي شايف مسبقا هذا الفن انا جربته هاي الثاني مرة ثالث مرة يعني فيكن تقوله من سنتين جربت هدوك الاثنين فحبت ارجع عيدو حبت اني صوروا فيديو وشوفكن يا يلي بيحب يجرب و للاماني بنصحكم تجربوه بجليه الموز والمنجا مو بالجيلاتين هات لانه صراحة ما عطنكها طيبة مشان كون انا صريحة معكم بالشغل وما تتخسرو وتجيبو مواد بس الشكل الاجمل بالجليه الشفاف ولكن الطعم الاطيب بجليه الموز او المنجا هاي كانت بدايتي من سنتين بجليه الموز وكنت حطه بالسرنك اشطه هاي عملت الحشوي اشطه وشطه عملت السكين والسرنك هاي كانت بداياتي بتشكيل الجليه سلاسة الابعاد هذا الشكل النهائي لأول قاله بجرب اعمل فيه رسم بالجليه هاي كانت تجربة التعني من سنتين بجليه المنجا ان حبيته العمل هذا اللي شاركتكم فيه ما تنسى تعملو لايك واشتراك بالقناة سلامة